القولة الثالثة أنا الذي يفكر وأنا الذي أكون فكري ما هي تبعات هذا الإقرار؟ التبعات هي الاستتباعات أو النتائج التي سوف تترتب عن هذا الإقرار وهنا تلميذ البكالوريا في المناظرة مطالب أن يطرح سؤالا في المسودة وهو ما الذي سوف ينجم أو ما الذي سوف يترتب عن هذا الإقرار ليتمكن من تحديد تبعات هذا الإقرار قلنا أنا الذي يفكر وأنا الذي أكون فكري ينتج عن هذا الإقرار اختزال الأجود الإنساني في بعد واحد وإقصاء الأبعاد الأخرى التي يمكن أن تتدخل في إثبات الأنا ومن ذلك هذا الموقف أو هذا الإقرار سوف يؤسس لذات جوهرانية تكرس لتعالي الأنا واستبعاد الجسد والتأسيس للأنا بما هي جوهر روحاني بسيط